هنروح لأخبارنا داخل النادي الأهلي هنبتدي بكرة اليد كرة اليد دخلنا في المعمعة خلاص يوم التلات اللي جاي أول ماتش في دورة المجمعة التانية مباراتنا يكون مع سبورتينج الساعة الرابعة عصرة الفرقة بتستعد بشكل جاي جدا كابتن أحمد سالم المدير الفني وكابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز كانوا بيصابقوا الزمن الفترة اللي فاتت عشان نخش على الدورة المجمعة دي جاهزية وبتذكركم تاني النادي الأهلي داخل برصيد تمانية ونص نقطة في حالة فوز النادي الأهلي بالثلاث مباريات المتتالية ثلاث أربع خميس يفوز ببطولة المحترفين لهذا الموسم بصرف النظر عن نتائج الفرقة الأخرى إذن الموضوع لسه في الملعب والموضوع في إيد اللاعبين أول مباراة مع سبورتينج الثانية مع نادي طلاق الجيش الثالثة مع النادي الأهلي وراء بعد الثلاث والأربع سأنهاتف الأهلي والزمالك ثلاث أربع خميس المباريات مهمة جدا كل التوفيق للفريق نتمنى إن شاء الله الموضوع زي ما قلنا دفاع ورسالتي دايما للعبين والجهاز الفني دافع تكسب هندافع رجالة ونقف على رجالها في الملعب هنمنع الاختراقات هنمنع التصويب البعيد من بره التسعة من بره السبعة الحراس المرمى إن شاء الله حميد وعبد الرحمن حميد وعبد الرحمن طه إن شاء الله يكونوا متوفقين في المباراة ويكونوا متوفقين على درجات تركيزهم الموضوع الدفاعي دفعنا؟ أنا بقولكم إن شاء الله هنقف والدفاع مش محتاج مواهب الدفاع محتاج قلب محتاج فتنس محتاج تبقى وافعة لرجلك ندافع؟ نقف المباريات مش صعبة ثلاث مباريات وارا بعد إحنا عندنا أعمار السن أصغر نتحمل مجهود ثلاث مباريات وارا بعد عندنا سكواد الحمد لله بشكل ما يعني تم استكماله يعني باستثناء اتنين اللعيبة لسه بيتعالجوا ولكن قوام الفريق موجود إذن إحنا إن شاء الله جاهزين لهذه المباراة أو هذا التجمع أو المباريات التلاتة اللي جايين إن شاء الله نفوز بيهم ونحق الحلم بإذن الله وهو دوري السوبر مملازمة إحنا أكثر الأندية حصولا على الدول العام في كرة اليد في مصر